مودست متكمل مع الاهلي لنهاية الموسم ولا ممكن يمشي في يناير؟ هو كولر متمسك به لحد الوقت وشايف أو بيقول للناس في النادي أنه هو واصخ في إمكانيات وخبرات وشخصية مودست أنه هيرجع نفسه وأنه الفترة الجاية يعني هينطلق مع النادي الاهلي ويقدم مردود أقوى من كده وهو لكل اللي كان محتاجه أن يتجهز بدنياً وده ابتدى يحصل مع اللاعب وابتدى يعني في ماتش الجونة نوعاً ما يبقى فيه تحرك ماتش السيراميكا يعني ابتدى آسف المقولين ابتدى اللاعب يطلع جزء من المستوى الأهلي ولجنة تخطيط للكرة وإدارة الكرة في الأهلي شايف أنه مش دال المهاجم أو أنه هو كان آه لعيب كبير لكن دلوقتي المستوى لا يؤهله أن ينقوده وجوم النادي الأهلي فيه شبه اتفاق أنه نحن هنتظر الفترة الجاية ونشوف مستوى اللاعب مش هنفضل نتكلم عن أنه نحن هنجيبه هنجيبه بتاع فاللعب يتأثر بدا فما يدينيش أي مرضوط في كاس العالم ولا بطولة السوبر خاصة أن أنا غصب عني هو مكمل معايا لنهاية الانتقالات يناير على الأهلي يعني هو معايا لآخر السنة طب هسألك سؤال معلش المواطنة طب دلوقتي يناير خلص إحنا أقل من شهرين على الأهلي بالزبط صح كده لو لحد يناير ما حصلش اقتناع بمودست أو ما قدمش الأهلي شغال بالفعل على أنه يجهز سفاهات لبعض المهاجمين وبيتم يعني تجميع كل الديتا الخاصة بيها واللعيب ده موقفه إيه الأرقام بتاعته إيه عشان لو اللعيب يعني ما طلعش بقى يعني وماش وماش زي يقوله أو ما طلعش المردود اللي هم مستنينه منه واللي كولر بيوعد به يبقى فيه مهاجم موجود فيه المهاجم ده ممكن يبقى أزاره لا أزاره اتعرض من ضمن اللعيبة اللي اتعرضت زي عدي الدباغ اللعب الفلسطيني زي لعبة كتيرة بتتعارض على قدارة النادي الأهلي لكن ما فيش أي حاجة يعني أو ما فيش تفاوض أو ما فيش كلام عليه واللعيبة اللي أزاره أو عدي بعيد شوية لكن الأهلي من ضمن اللعيبة اللي معرضين عليه أو اللي موجودين هيتم معرضوه مع الراجل أزاره مرسيل كولر فكره مش عايز اللعيبة اللي هي بإمكانها. هو عايز لعيب محطة لعيب من اللعيبة اللي هي الاسترايكر اللي هو تسعة تسعة صريح. وده كان كلامه حتى لما كان بيتكلم على سوزة أو بيتكلم على مودست. انه عايز لعيب في المنطقة الجزاء مهاجم صريح. مش لعيب بيجي من تحته أو سريع. هو عنده دي في بير ستاة وعنده دي في كهربا. عظيم. من ضمن الاهتمام برضو زعلوك. محمد زعلوك لعب فريقة 25. كنسجل نهارده مع منتخب مصر هدف في مباراة مصر وليبي هدف التعادل. اللعيب مهم جدا. مع فكر كان مفروض يبدأ. بس هو حس بإجهات كده أو شد في رجله. هو ده اللي خلق كابتن وقر ياض ما يبدأش بيه المباراة النهارده. ونزله في ديها 80 وسجل هدف تعادل مصر. فالراجل مختنع بيه وممكن يتديله الفترة الجاية مباراة.